تحت عنوان لاستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل صدوا وارجعوا اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان تهمت منظمة Human Rights Watch في تقرير من 90 صفحة لبنان وسلطات القبرصية بالعمل معا لمنع السوريين من بلوغ أوروبا ومن ثم ترحيلهم إلى سوريا ما بيقدر Human Rights Watch أنه يقطش هالموضوع من سياقه الطبيعي والإنوني ما بيقدر إيجي يقول في إنسان رايح بالبحر منع أنه يفوت لسببين أول شيء هذا الإنسان منه فالت يعني منه جاي من كوكب آخر هذا جاي من دولة هيدا الدولة إذا كانت عم تتعرض له أو عم تسيقل له Human Rights Watch لازم تدينها الدولة بالأول ولازم تروح بهيدا الملف إلى الأمم المتحدة لتقول أنه هناك دولة أو نظام عم بيقزي حقوق الإنسان وعم بيديق شعبه وهي واحد ثانيا يجب احترام قوانين الدول أول شيء لبنان اليوم تحمل الكثير بقضية السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية امتهت كل الأوقات ورأت الأمور بسوريا ورجعت كثير من السفرات تفتح بسوريا والأعمال بسوريا ويروحوا العمال السوريين ويكامدات على سوريا وبعد ما شفنا حل عملة لموضوع عودة السوريين إلى بلدهم بلاجة قاسية نصح التقرير لاتحاد الأوروبي بمراجعة تمويل مراقبة الحدود وزيادة مراقبة حقوق الإنسان كنا عم نشتغل على أكتر من هيك أن الاتحاد الأوروبي ياخد موقف في الموضوع التولد السوري غير الشرعي في لبنان وأنه يعتبر أنه فيه مساحة جغرافية أصبح أكتر من 40% من سكانها مهاجرين غير شرعيين خليني أقول لأسباب بحث اقتصادية وليست أمني وهالسؤال مردود لألون لا هذا التقرير ما تضمن مئات ألاف العائلات ياللي بتروح على سوريا بالويكاند وبترجع ياللي بتروح بتعيد في سوريا والعيد وبترجع و200 ألف شخص راح انتخبوا بالسفارة السورية وما غاب عن التقرير يوازي أهمية ما ذكر بحسب النائب رازي الحج ما فيها كمان تحكي عن لبنان وعن أبروس ياللي هني دول ذات سيادي عم بيطبقوا القانون على أرضهم مش أنه عم هكي انتقائيا عم بيقولوا لهذا شخص هو نوع تفوت لهذاك شخص مسموح تفوت تروح تسأل الـ UNHCR ليش أنت معم تساهمي بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بينك وبين لبنان على سبيل المثال كان معكي سنة عندما يتواجد لاجئ على أرض لبنان معكي سنة يتوطني ببلد ثالث يتردي على بلد والأم هذا تقاع وسيري عم تعملي ليه شو السبب؟ مدل عام 2011 لا تزل مسألة عودة السوريين إلى وطنهم عالقة لبل زادت تعقيدا ألم يحن الوقت إذن لحل حالتها نهائيا؟